طبعاً إحنا ضد أن يبقى فيه تركيز على نظام الامتحانات في الكتاب المدرسي ولكن ما فيش مانع أن احنا نستعين بالأدوات الأخرى الأسماء الجاذبة التصميم الجيد للكتاب بالإضافة للميزة اللي مش هيقدر الكتاب الخارجي يحققها ويميزة أن يبقى فيه محتوى إلكتروني مرتبط بالمنصات التعليمية وبالجميع الفيديو شروح الفيديو وطلع أسأل حضرتك فيها ونتوقف عندها بعد إذنك شوية يعني من جاذبية العنوان لجاذبية المحتوى ده الأهم المحتوى اللي بيقدم للطالب ويخليه فعلاً يتابع الكتاب الإلكتروني أو الكتاب المدرسي بشكل دائم ومستمر السؤال هنا أنا إزاي ممكن أستفيد من الكتب أونلاين دي مش بس عرض فيديوهات ووسائط متعددة فكرة التفاعلية دي مهمة جداً لأنه الإنترنت بيديني ميزة التفاعلية وأنه ممكن يبقى فيه أسئلة أطرحة يبقى فيه إجابات يبقى فيه مثلاً نقاط معينة في درس معين في الفيزياء أو غيره عايز أستزيد منها أكتر وأفهم منها التفاعلية دي ممكن إزاي تتحقق في الكتاب أونلاين الكتاب الإلكتروني مزدو أنه أنت قاعد في مكان واحد وممكن المكان ده ما يكونش البيت يعني ممكن وإنت في المواصلات حتى بتقدر أن أنت تدخل بس يوش طرح أن أنت تكون على الإنترنت ويمكن ده بيعدوه أحياناً من العيوب يعني أنت عشان تستفيد استفادة كاملة بنسبة 100% من الكتاب الإلكتروني لازم تكون يعني متصل بالإنترنت بس تصفح المنصات التعليمية متاح بالمجان في مختلف اشتراكات الإنترنت يعني إذا كانت البقاء موجودة أو إذا كانت البقاء مش موجودة المنصات التعليمية متاحة بالمجان كاملة بالضبط فهو لو حابب يستزيد لو حابب يستزيد لأنه طبعاً هو الطالب بيبقى يعني حب الاستطلاع بيدفعه لمزيد من البحث ومزيد من الرغبة في اكتشاف المزيد من المعلومات يعني ميزة الكتاب الإلكتروني أنه من مكان واحد وإنت قاعد قدام شاشة التابلت بتاعك بتقدر أن أنت تشوف كل حاجة تتعلق بهذا الموضوع اللي أنت بتدرسه لو حابب تزود يعني طبعاً إحنا عندنا أنماط تعلم مختلفة فيه ناس بتحب تشوف فيديوهات، فيه ناس بتحب تشوف صور ورسوم بيانية فيه ناس بتحب تطبق وتعمل تحل أسئلة وهكذا كل ده بيكون متاح ومن مكان واحد ما انت شمحتك تتنقل من مكان لآخر أو من مهمة لأخرى علشان تمارس كل هذه الأنواع من الأنشطة أنت من نفس المكان بتقدر تعمل كل هذه الأنشطة وتقدر تطبق وتقدر تحل امتحانات وتقدر تشوف فيديوهات وتقدر تسمع وتقدر تشوف رسوم وسور كل هذه الأشياء من مكان واحد حتى تقدر تسأل دي هي بتوصلك للمنصة الإلكترونية المنصة الإلكترونية متاح فيها أن أنت تسأل ومتاح فيها محاضرات تفاعلية بين المعلم والطلاب لأن احنا عندنا نمطين من التعلم المنصات التعليمية بتتبناهم نمط التعليم غير المتزامن والتعليم المتزامن يعني ساعات بيبقى فيه محاضرات تفاعلية المعلم موجود مع الطلاب أو محاضرات مسجلة وإنت بتدخل تسمعها بعد كده النمطين متاحين عبر المنصات التعليمية اللي بتتحها وزارة التعليم كمان يعني احنا عايزين نقول برضو أن الكتاب المدرسي ده الإلكتروني أو الورقي أيا كان مش هتحقق أنت كطالب الاستفادة القصوى من التعليم من نظام التعليم الحالي إلا بالدمج بين التلات حاجات اللي بتتحهم الوزارة أن أنت تستمع لقنوات مدرستنا تشوفي الدروس عبر قنوات مدرستنا أن أنت تدخل على المنصات والمنصات وزارة التعليم طورتها وبتطور فيها باستمرار بشكل كبير جدا دلوقتي بقى فيه بنوك أسئلة متاحة ويقدر الطالب يعني الميزة اللي كانت بتميز الكتب الخارجية امتحانات سابقة وأسئلة كتير وهكذا بقت دلوقتي موجودة وبالمجان على المنصات التعليمية وبالإضافة إلى القراءة من الكتاب الإلكتروني والتلخيص بقى وتعمل أنت مهاراتك المطلوبة منك علشان تبقى بتذكر بطريقة جيدة وتلخص وتقارن وتحلل وتعمل كل حاجة اللي أنت عايزها وما فيش مانع أنت تعمل ده في ورقة خارجية وتبدأ تكتب مذكراتك الخاصة وملخصاتك الخاصة اشتركوا في القناة